طيب لسا عندنا فقرات كتير وعندنا كمان الصحف العالمية بتقول ايه من خلال المحترف يلا نبدأ رحلتنا في الصحافة مع صحيفة ماركا الاسبانية اللي ركزت على طبعا لقاء فريس سان جرمان وريال مادريد فيه طبعا من خلال حوار مع النجم المغربي أشرف حكيم كتبت الجريدة على لسان حكيمي نريد ليلة ساحرة في باريس وانا عايز طبعا جنب جوار النجم المغربي الكبير أشرف حكيمي اللي قال فيه ان فريق ريال مادريد في قلبه ومش هيقدر طبعا ينساه وان المباراة المرتقبة بكرة ما بين باريس سان جرمان وريال هتكون صعبة جدا كلنا عارفين طبعا ان حكيمي كان في ريال مادريد بعدها خرج اعارة لبروسيا دورتمون وبعدها راح لفريق الانتر ميلان الإيطالي ومنه طبعا عبر بوابة ريال مادريد انتقل إلى فريق باريس سان جرمان اللي كان طبعا بلعب بجوار ميسي ونيمار وقال ان تأثير وجود ميسي ونيمار من خلال التدريبات بيحسن من مستوى بالتأكيد قال بالتأكيد التدريب مع سناء كبير في مستوى ميسي ونيمار يجعلني افضل كثيرا انا محظوظ باللعب مع الافضل في العالم الحقيقة ان انا اتعلم وتحسن كل يوم ده طبعا اشرف حكيمي يعني وهو بيقول ان انا كمان بشعر براحة كبيرة جدا جدا هنا في باريس سان جرمان وكما لو كنت في المنزل يعني عند بقى يكلموه كمان عن انفا بي بيقولوله ايه رأيك من انفا بي حيروح حيقعد قال هو بيرتبطه ديبعا علاقة صداقة كبيرة جدا جدا بانفا بي والحقيقة انه بيتعامل معها بشكل جيد جدا علاقته علاقة رائعة ودايما بيتحدث عن مستقبله مستوى مستقبل انفا بي وده طبعا اشرف حكيمي بيقول هو طبعا قادر في تحديد مستقبله بشكل كبير وهو على علاقة جيدة وده كمان من خلال وجوده في الملعب العلاقة اكتر من ممتاز طيب نروح لجريدة سبورت الاسبانية كمان ركزت على تعادل انبارح بارشلونة امام اسبانيول في مباراة قوية جدا اتنين اتنين وكتبت طبعا القديس لوك دي يانج قالت ان رأسية الهولندي في دية 96 تنتزع لبرشلونة نقطة من الدربي اهتمت كمان باللقاء ريال مدريد وباريس سان جرمان في ذهاب دور 16 من دوري ابطال اوروبا وكتبت كريم بن زيمة ونيمار لا يرغبان في الغياب عن لقاء الابطال لسه في اسبانيا ولسه طبعا مع آس اللي ركزت على المباراة اللي بقول لحضراتكم مباراة يمكن نهائي مبكر ما بين باريس سان جرمان وريال مدريد وموقف كريم بن زيمة العائد من الاصابة كتبت بن زيمة يرغب في اللعب تحدثت صحيفة كمان عن تعادل بارشلونة مع اسبانيول اتنين اتنين في ديربي كاتالونيا بالدوري الاسباني وكتبت ديربي الجنون واهتمت كمان بتقلق انخي الكورية برفقة طبعا اتليتكو مدريد حيث ما اصبح الهداف الاول لهذا الفريق طيب نسيب اسبانيا ونروح لايطاليا اللي بريطانيا قاسب نروح الانجلترا وتحديدا صحيفة زي سان الانجليزية ركزت على غياب طبعا كورت زومة عن لقاء وست هام وليستر سيتي رغم اجراء الاحماء تحدثت كمان عن هزيمة توتن هام امام والف هامتون اتنين سفر في الدوري الانجليزي الممتاز وكتبت كنتي يتخبط يعني كنتي في حال التخبط واضافت على لسان كنتي انه هو بيقول نفتقر غريزة القتال من اجل التأهل لدوري ابطال اوروبا طيب صحف ايطاليا تحديدا كوريدي لسبورت الايطالية ركزت على فوز الميلان على سامدوريا واحد سفر بهدف البرتغالي لياو وتصدر طبعا ميلان بيتصدر الدوري الايطالي اهتمت الصحيفة كمان بتعادل ليفونتوس واتلانتا واحد في قمة الدوري الايطالي وكتبت دانيالو يونكس يوفينتوس في الوقت الضائع واتلانتا غاضب واليجري وداعا لطبعا الحلم انتر ميلا اقوى صحيفة كمان اهتمت بتعادل روم امام ساسولو اثنين اثنين في نفس الدوري في السيريا في الدوري الايطالي توتو سبورت الايطالية ركزت هذه الصحيفة على تعادل ليفونتوس امام اتلانتا واحد واحد في دوري الايطالي وكتبت حتى اللحظة الاخيرة الصحيفة كمان اهتمت بفوز الميلان على سامدوريا واحد سفر وتصدر الميلان للدوري الايطالي وكتبت والان حاولوا الوصول الفقرة الوصول الينا طبعا الميلان فيه طبعا منافسة جديدة جدا جدا مامين الميلان والانتر على صدارة السيريا ولكن لغاية دلوقتي الميلان يتصدر الدوري طبعا بعد فوزه على سامدوريا واحد سفر اشتركوا في القناة